بكم في النشرة الاقتصادية وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين والكويت على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق إصدار سندات دائمة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ أجمالي وقدره 100 مليون دينار لتلبية المتطلبات المستقبلية والرقابية لملاءة رأس المال ومن المقرر أن يرتفع رأس مال البنك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي بنسبة 31% ليصل إلى 420 مليون دولار وقد أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد أن الزيادة المرتقبة في رأس مال البنك من شأنها أن تواكب النمو المتسارع لأنشطة البنك في السوقين المحلي والخليجي إضافة إلى تدعيم العمليات الربحية مع الالتزام بمعايير بازل ثلاثة لكفاية رأس المال البنك البحرين الكويت نمى خلال فترة السنوات الماضية تقريبا ب7 إلى 8% سنويا والآن أصبح ضروريا أن نزود رأس المال لتلبية متطلبات النمو السبب الثاني هو يمكن للبنك تمويل مشاريع استراتيجية موجودة من ضمن استراتيجية البنك المعتمدة من المجلس